الكتاب المقدس بيسمي عبادة الأصنام هي عبادة شياطين وبيكرونتوس الأولى صحاح عشرة بيقول يذبح للأصنام أنه يذبح للشياطين أو يقدم أضحية لشياطين ويقول الكتاب المقدس أيضا لأن كل آلهة الأمم أصنام أما الرب فقد صنع السماء أيضا في المزامير مكتوب لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض علوت جدا على كل الآلهة في رسالة أو في سفر أيوب مكتوب الذي بيده نفس كل حي وروح كل بشر في مزمور آخر لأنه عندك ينبوع الحياة بنوره نرى نور هذا الإله الخالق المهيمن الحافظ المسيطر كل الكون ممسوك بإيده وهو المصدر لكل شيء هو مصدر الحياة وهو مصدر النور يقول الكتاب عن يسوع المسيح فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه هل أنت بتبحث عن إله موجود مكتوب أو قال يسوع الرب إلهنا رب واحد هاي اللي بيسموها البسملة اليهودية اللي بيسموها شمع شمع يسرائيل أدوناي إلهوني أدوناي إخاد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قدرتك فإذن الكتاب المقدس بعلمنا اهربوا من عبادة الأوثان أي شيء أي أولوية أمام الرب يعتبر وثن والوثن الصنم والصنم هو إله أنت عم تعمل إله مجهول لإلك فإذن لا تعبدوا ربين لا يقدر أحد أن يخدم ربين لا يقدر أحد أن يخدم سيدين الكتاب المقدس بيسم المال إله أو محبة المال هو إله هذا الإله المجهول أحبائي اليونانيين كانوا بيأمنوا في الخوارق بوجود كائن يفوق قدرتهم ومعرفتهم بالإله الخوارق مشان هيك يستدعوا بولوس عاوزين يعرفوا يبحثوا يشوفوا مين هذا المجهول الإله المجهول اللي عم بفتشوا عنه عم بيدوروا عنه ومش عارفينه عاوز طبعا فبولوس كالمعتاد ابتدأ من الخليقة أي من الإعلان العام عن الله وأيضا بيتكلم أنه هذا الإله عمل شعوب يعني نحن ذرية الله كل البشر أولاد آدم كل البشر أولاد نوح كل البشر متساون ولكن عند الإيمان هل تؤمن بالإله الحقيقي وحده أم ترفض هذا الإله فيقول عن الرب أنه وبحدود مسكنهم الله إذا بتقرأ في سفر التثنية مثلا في حدود في مسكن في تأسيس لشعوب تأسيس لأمم ومش بس تأسيس أمم بيتكلم حتى عن هويتهم وعرقهم حتى أماكنهم الجغرافية وإن شاء الله ربنا بيعطينا حلقة عن شعب كنعان أو أرض كنعان ليه الرب أمر بإبادة شعوب كنعان فإذا حتى جغرافيا حتى اليوم يعني وين أنت ساكن وين أنت بتعيش في أي بلد في أي منطقة الرب وضعك في هذا المكان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر